الاهل يتصدر ده الأخبار الاهل يتصدر الدوري بالعلامة الكاملة طبعا العلامة الكاملة بسم الله ما شاء الله 15 نقطة من 5 مباريات الاهل بسم الله ما شاء الله لم يهزم الاهل كمان لم يتعادل بسم الله ما شاء الله نتائج كلها أعلى من هدف لكن الهدف رقم 63 في مرمى الكابتن محمد عبد المنصف طبعا كابتن محمد عبد المنصف واحد من أكفأ الحراس اللي موجودين في مصر بسم الله من شاء الله يعني عدل الاربعين وبيلعب محافظ على نفسه محافظ على صحته محافظ على رشقته ومرنته ما فيه شك انه واحد من الحراس الكبار جدا في مصر ليه كل الاحترام والتقدير لكن 63 هدف ده حصيلة الكابتن عبد المنصف من احراز النادي الاهلي اهداف في مرمى كابتن عبد المنصف لعب في زمالك لعب في دجلة لعب في امبي وبالتالي لعب كتير جدا قدام النادي الاهلي 63 هدف مش معناهم ان هما جم فيه متشاط قليلة او متشاط تتعدى على الاصابع لا متشاط كتيرة جدا بين الكابتن عبد المنصف والنادي الاهلي علشان كده الاحصائية بقت ما بين النادي الاهلي وبين الكابتن عبد المنصف فده بيدل على تاريخ النادي الاهلي وتقالق النادي الاهلي وايضا تاريخ الكابتن عبد المنصف اللي اكيد بنكني ليه كل الاحترام والتقدير المساء الاهلي في الصدارة بجدارة العنوان حلو طبعا ولزيز وجميل وطبعا جدارة النادي الأهلي في وصوله إلى صدارة الدولي ب15 نقطة بدون أي هزيمة وبدون أي تعادل علشان كده كان لازم يعني يتكتب بعض العنوين اللي يكون فيها استحقاق وحقية للنادي الأهلي علشان يعني يكون فيه يعني النادي الأهلي ياخد حقه للأخر يعني النادي الأهلي بيهزم ودي دجلة بعرض جيد عرض ممكن نزود عليه ونقول جيد جدا في الشروط الثاني 30 اعتقد أن النتيجة بالثلاثية ممكن نقول عليها جيد جدا وده كان أبرز العنوان أو أبرز العنوان اللي موجود فيه جريدة المساء إن الأهلي بالجدارة دايما في الصدارة الأخبار المسائي الصدارة عن جدارة يعني الاثنين نفس العنوان ويعني هيبقى نفس الكلام إن الأهلي ما فيه شك أنه هيستاهل المكان اللي موجود فيها ومكانة الأهلي الطبعية اللي دايما موجودة في الصدارة والمركز الأول الأهرام المسائي الأهلي لا يقاوم الأهلي بسم الله ما شاء الله عشان بس ما نحسدش الأهلي كل شوية ودايما نتكلم عليه بالإيجابية وبالكلام الكويس اللي دايما بيبقى موجود بعد أي انتصار سياسة الناد الأهلي يا جماعة زي ما حضراتكم عارفين بنخلص نطش بنقفل الصفحة بنفتح صفحة المباراة اللي بعدها بنستعد ليها ولا كأن حاجة حصلت ده يعني قدر كل من هو ينتمي للناد الأهلي إن هو يحتفل بس ساعة ساعتين اللي هما بعد المباراة وبعد كده يروح البيت ينام يسحى تاني يوم عنده أشغال شقة وهو الاستعداد للموقع اللي بعديها والبطولة اللي بعديها والإنجاز والتحدي اللي بعديه